أول تربوس النأل الخضر تتهيشرة في الناخب الوطني الجديد ربح ماجر سينطلق في دولوف خاصة وسيسبق مباراة نجيريا والتي تعتبر شكلية بالنسبة لمشوار الخضر في تصفية المونديالة إلا أنها ذات أهمية للناخب الوطني الذي سيكون على موعد مع أول اتصال مواشر مع لعبها قائمة لعبين التي سبقت التربوس حملة الكثير من المفجأة متضمنة ثمانية لعبين محليين ليضاف إليهم ثلاثة أخرين ما لا تعرضكم من عطال غولام وبن سبعيني لإصابة ليصبح إجمالي اللاعبين المحليين أحد عشر لعبنا الفرصة ستكون مواتية أمام اللاعب المحلي من أجل رد الاعتبار تحت وصاية ماجر والذي لطالما دافع عن المنتج المحلي فمباراة نجيريا أو إفريقيا أو المسطة ستلعبان من هنا ضغوط الأم الذي قد يحفز ماجر الاعتماد على عدد كبير من اللاعبين المحليين خاصة في ظل غياب الكثير من المحترفين سواء بسبب الإصابة أو الاستبعاد من جهتهم اللاعبين المحليين لن يضيع الفرصة من أجل نيل يريد الناخب الوطني وأحدها المتتبعين ولطالما كان المنتخب بوابة النجومية مثل ما كان الحال في أهد حليلوزيتشا والذي كان وراء بروز سليماني سوداني وغيرهم على أمريكا سبيا ريهانا سيكون ماجر مطالب بتسيير هذه المرحلة بذكاءه وتدشين مشواره على رأس الخضر بفوز معنوي أمام نسور نيجيريا